اهلا بكم في موجز الأخبار أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ارتفاع عدد قتل السهداف الحوثيين لسفينة قبالة خليج عدن إلى ثلاثة وإصابة أربع آخرين وقالت في بيان إنه تم إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن من مناطق سيطرة الحوثيين باتجاه سفينة ترو كوفنيدس أثناء عبورها خليج عدن وأوضحت أن الصاروخ أصاب السفينة ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربع على الأقل منهم ثلاثة حالتهم حرجة وأضافت أن السفينة تعرضت لأضرار الجسيمة فيما غادر طاقمها واستجابت سفن التحالف الحربية للحادثة وتقوم حاليا بتقييم الوضع في سياق المتصل أعلنت الفلبين مقتل اثنين من مواطنيها وإصابة اثنين آخرين ضمن ضحايا هجوم صاروخ نفذه الحوثيون ضد السفينة الأمريكية قبالة خليج عدن وأشارت الإدارة العمال المهاجرين الفلبينية في بيان أن مقتل اثنين من البحار الفلبينيين ضمن طاقم السفينة وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية وقالت الإدارة أنها تلقت معلومات عن إصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة من أفراد الطاقم الفلبينيين ومساء الأربعات تفنى للحوثيون الهجوم وأوضحوا أنهم استهدفوا سفينة أمريكية بعضة من الصواريخ ما أدى إلى نشوب حريق على متنها من جهدها قالت البحرية الهندية أنها استجابت لحادثة استهداف الحوثيين سفينة أمريكية في خليج عدن وضفت أنه تم الإبلاغ عن اشتعال النيران في ناقلة البضاعة التي تحمل عالم بربادوس ما أدى إلى إصابة الطاقم بإصابات خطيرة وإجبارهم على ترك سفينة وشرت إلى أنها أنقذت 21 من أفراد الطاقم بمن في ذلك مواطن هندي باستخدام طائرات هيلوكابتر والقوارب كما قدمت المساعدة الطبية للطاقم المصاب إلى ذلك قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربات ضد طائرتين بدون طيار في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وأوضحت في بيان أن تلك المسيرات كانت تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة وقالت إنها تتخذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية قالت مصادر لقناة بالقصة أن اجتماعات جرت خلال الأيام الماضية بين وسطاء محليين وقيادات في ميليشيا الحوثي بغرض التوصل إلى حلول لفتح الطرق بين المحافظات وأضافت المصادر أن المساعي التي تقودها شخصيات ناشطة في المجال العام تهدف لفتح طريق صنعاء عدن عبر دمت الضالع وطريق البيضاء أبيا عبر عقب الترى خلال الفترة القادمة وكانت الحكومة الشرعية قد أعلنت من جانب واحد فتح طرق في تعز ومارب عقب مطالب شعبية وحقوقية بفتح الطرق لتجنب السكان في المدن الرئيسية صعوبة التنقل وسط تهامات للحوثيين بالالتفاف على فتح الطرق الرئيسية في المحافظات واقتراحها طرق فرعية ثانوية انتهى الموجز مشاهدينا في أمان الله اشتركوا في القناة